السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ايه باش كانت شعري بنتي سومية باش كانت شعري بالضبط عندي دقف الصدر ديالي ايه كان دقف الصدر ديالي ومتبعدها زدير قيوة كان غالية ليش ماشا الله شافك ابنتي خمسات الحصاص وقليت زيدة خمسات الحصاص خرا خمسات الحصاص عند الراقي عند الراقي وبعيد علي كانت شطارتها زودية اعمل اصدر ما شاء الله هي للمباركة ديالي حدوى الله يجزك بيخي يا رب بنتي سومية يا رب يا رب شكرا لك ابنتي نعم اللهم امين ابنتي سومية الله يشفيك ويعافيك وداويك يا رب العين ايه الاحب الكرام هي حق النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كلكم معين الا من بورك لقال تبارك الله تبارك الله ما شاء الله هذا عيني حسنة العين هي اه هناك من لا يؤمن بالعين كي يقول لك انا ومناس بعدين مني اشجب العين لا العين فيها طاقة احنا كبشر ايه الاحب الكرام نحن اجسام عضوية وايضا نحن نفس عدنا جسم نفساني وعدنا جسم روحي احنا ثلاث اجسام جسم عضوي وجسم نفسي وروحي العضوي كيف هم فيه طبيب بالتحاليل و بالأدوية والجسم النفسي كيف هم فيه البسيكولوج والجسم الروحي هذا هو اللي يوقع فيه الخلل وحساس جدا مالك يضربك الانسان بالعين را مك يضربكش في الجسم العضوي او النفسي را كي يصابك في الجسم الروحي هو عبارة عن طاقة طاقة بحال الليزر بحاجة بالآن احنا كنشوفه في البوغطابل شكولك انك يضم بانه واحد فيه قارة والاخر فيه قارة وغيتكلم عن طريق الهاتف النقال بل ويشوف مها الصورة ويصفك له رسالة عن طريق البلوتوت مثلا شكولك انك يتوقع غير منذ بضع سنين هاد الامر كذلك العين شكولك تصيب العين الانسان يقولك دمو حلو دمو حلو واحد من النوع لكن هناك فصائل دموية لا طبك فمو فيها او بليس او مو ولكن في الجانب الروحي هناك دماء كلي دمو حار وكلي دمو حلو وكلي دمو مر الناس اشكال والوان اللي دمو حلو ده يكتشد في العين اذا ما قالوش تبارك الله واحيانا قد تكون عين الاحبة العين للاحباب دياله ربما يقدروا يقاديه لهذا الانسان عليه ان يكثر من الدكر تنقل ادعي المأتورة اعود بكلمات الله تامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن كل عين لامة ومن شر حسد اعود بالله السميع العليم من شر ما اجد واحاذر اعود بالله السميع العليم مما خلق وبرأ ودرأ هذه ادعية كتسمة تعودات هي مضادات حيوية للعين باش كنعرفو الانسان عنده العين كنعرفو بانك يبدالي اول حاجة ديق الصدر كتلقى الصدر دياله ضيق جدا غير تكلمها كنفعل كتلقى بان الدماغ دياله مشقوق دي مدر الراس كتلقى يمينه الى الوحدة يسد عليه الباب وكيتفضه بغير تكلم مع راسه وهنا كتصح مع الوسواس ايه لبقى بوحدو كتصح مع الوسواس وكي يلقى بان الخاطر دياله ضيق بغير تخصم مع الهائلة هدا عنده العين باش نحيدوها اول حاجة كان نكترو من كلمة لا اله الا الله وكان كترو من كلمة استغفر الله وكان قروا واحد البركة ديالقرآن الكريم من بينها قل هو الله احد والمعاودتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الحسن والحسين بالاخلاص والمعاودتين سيد من البي اعطاه الله واحد الحافد جميل كان سيدنا الحسين وسيدنا الحسن اعطاهم الله الفصحة والبلغة والبهاء في الوجه فكان سيد من البي يدخلوا عندهم الناس الزوار كي يلعبوا وكي لعب معهم فكيقولوا ياه جميل ما كيقولوا اش تبارك الله ما شاء الله فيصابان بالعين فكان النبي الاكرم صلى الله وسلم كي يأخذهم وكيقرأ لهم الإخلاص والمعاودتين حتى لا يصاب بالعين كان يقول اعود بالله من شر ما اجد وأحادر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم وكان يرقيهم بالقرآن الكريم الإخلاص والمعاودتين صاحب العين اللي عنده صدر دياله ضيق عليه ان يقرأ الم نشرح لك صدرك اقرأها بزافت المرات او يصلي بها في ركعتين الم نشرح لك صدرك الم نشرح لك صدرك يوقع لي انشرح الصدر ورفعنا لك ذكرك ترفع لله الذكر فإن مع العسر يسرع الرقي ايه الاحب الكرام بعض الرقات ربما يقول لك خمس مرات تنتقل من المكان المكان الراقي الشاطر من هو الراقي الشاطر هو كي تلقى مع المريض كيف يفهمه اولا بالكلام ما حقيقة مرضه وش عندك عين ولا عندك سحر ولا عندك مس ولا عندك موانع كيف يفهمه الحالة مش غير عرفها بالاعراض يقول المريض مدى اصابك يقول لي مجموعة حالات يقول لي هاد الاعراض تدل على ان عندك اما عين اما حسد اما مس واما غير اوهام كي اللي يجا ممرض ها هو عنده مرض الوهم يحدد ليه ومعظم الناس عندهم غير الوهم وكيتخييلي بان عنده العين وعنده المس وعنده كده فكيفهمه اولا ثم بعد ذلك يقدر يقرع عليه شباركة القرآن يقرع عليه ولكن قد يقول له الشفاء ليس من الراقي الشفاء من الله جل جلاله وانت ايها المريض احرص على ان تقرأ القرآن بنفسك لان اعظم رقية هي ان يقرى المريض بنفسه علاش حتى المرض فين صابنا صابنا في الخلايا في الهرمونات دي الجسم ديالنا فلما اقرأ بصوتي بصوت مرتفع الدبدبات الصوتية تفهمها الخلايا والهرمونات ديالي وتتأثر بيها بسرعة فيتم الشفاء اسرع هذا احسن شفاء واحسن دواء ان المريض يقرأ بنفسه على نفسه متى يستعين المريض بشخص اخر يستعين به لكن امي لك لا يقرأ ولا يفهم ممكن ان يستعين براقي يقرأ عليه الراقي ليس من ضرورة ان يأتي خمس مرات وانما يقول للمريض اما ان يقرأ القرآن فاذا لم يحسن يقول لي عليك بالاذكار والاذكار بسيطة يكفيه ان يقول لا اله الا الله يكفيه ان يقول استغفر الله يكفيه ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله يكفيه ان يقول ان لله وان اليه راجعون يكفيه ان يقول الصلاة على رسول الله لما القم يقول يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد يعمل قلبه بذكر الله ويتأرطب لسانه بذكر الله انا داك جميع ما فيه غد يمشي للاسف بعد الرقاة كيقول لي خمس ست مرات وكيبقى ذاك المريض عنده تعب دي النقل من منطقة الى منطقة ربما من مدينة الى مدينة وتكاليف مادية تزيد في تعبه تزيد في تعبه وصيا ذاك المال اللي عندي زيدة نعطيه للراقي من الافضل ان اتصدق به على الفقراء والمساكين علاش الراقي من يخدم لان الراقي الرقية مش عمل الرقية هي غير واحد من الفضاء الاعمال وان مخص يكون عنده خدمة عنده حرفة يكل بها رزقه ما يمدده بالقرآن الكريم الا الى كان من باب التبرك فقط ومحدود جدا وكين بعض الرقاة الصالحين ذاك المال ما كينستوش كين عاود ويتصدق به على فقراء ومساكين ويعتمد هو على عراق جمينه وربك يكرمه سبحانه وتعالى الكريم الرزاق فذاك المال دي المريض يبقى ينفقه هنا على الرقاة يبقى يقول لي جيب كذا جيب كذا يتصدق به على الفقراء ومساكين يسعد قلوبهم فيسعد الله قلبه لان الفقراء هم عيال الله من بين بعد الصدقة داووا مرضاكم بالصدقة نقولوا للمريض اللي عنده العين واللي عنده هاد الارواح الخبيطة يسافر سافروا نصحوا ربنا عز وجل امرنا بالصفر قل سيروا في الارض نغير المكان اللي انا فيه نبدل الساعة اخرى يوم من ثلث ايام مش عند العائلة عند الاحباد نمشي لأوطان المدينة تانية تغير الدائرة اللي كنسكن فيها باش تغير لي الاجواء اربش محنا تعالى هو الشافي والعافي بنتي سمية الله شفيك الله عافيك الله دويك في هاد الليلة المباركة ربي يغنيك عن غيره اللهم امين يا رب